بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم إذن بعدما عرضت لكم تمرين رقم 17 صفحة 99 ورقم 18 صفحة 99 أتمنى فقط أنكم راح تولوا لحلول هذه التمرينات ورقم وأنكم تستفادوا من هذه التمرينات اليوم أجبت لكم تمرين آخر وهو التمرين رقم 19 صفحة 99 إذن راح نديركم رابط التمرينين 3 رقم 17 و 18 في أسفل الفيديو إذن شوفوا معي وش يقول التمرين نقرأه مع بعض ونحاول أن نشرح أكثر وأكثر وش يقول التمرين شوفوا معي يقول التمرين إليك المخطط النظامي التالي هذا هو المخطط التاعي مما يتكون يتكون من العناصر الكهربائية التالية أولا المولد أدنا قاطعة كواحد أدنا قاطعة كاثنين متصلة بالمولد يعني أدنا سلك توصيل ثم قاطعة ثم أدنا مصباح الواحد والمصباح الاثنين يقول سؤال أول بيّن ماذا يحدث في الحالتين التاليتين أولا حاله الأولى أغلق القاطعة كواحد فقط يعني راح نغلق القاطعة كواحد فقط هنا نغلق القاطعة التائية هكذا اذا ماذا يحدث اذا ماذا يحدث يتعلق بمرور تيار الكهربائي شوفوا معي احنا قلنا ان تيار الكهربائي اصطلاحا يمر من القطب الموجب اذا هكذا يبر يلقى القاطعة مغلقة طبعا راح يمر عبر هذا السرق ولكن بما ان القاطعة هنا مفتوحة مرحش يكمل المسار تاوي اذا هنه راح يتابع المسيرة هكذا 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 الى ان يصل الى المصباح الاول ثم يخرج من المصباح الاول الى المصباح الثاني حتى يبلي الى القطب السالب هذا هو مسار تيار الكهربائي اذا يقول ماذا يحدث في الحالتين التانيتين اولا غلقنا القاطعة كواحد اذا ماذا يحدث بما ان الطيار الكهربائي يمر في المصباح الاول والثاني بالضرورة راح يشتعل او يتوهج المصباحين الواحد والثانين هذا بالنسبة لعند غلق القاطعة كواحد هناك يطلب منكم اي سؤال شوفوا دائما ما صار تيار الكهربائي اذا نكتب الآجابة نقول يتوهج المصباحين الواحد والثانين الحالت ثانية شوفوا معيا الحالث الثانية حالبة غلق القاطعة كواحد ثم اي بثانين هنا راح نغلق القاطعة الكواحد شوفوا معيا نغلق القاطعة كواحد ثم نغلق القاطعة كاثنين حين كاظبي هides تيار الكهربائي دائما يخرج من القطب السالب هنا في هذه الحالة حذاري لا يجب من كا واحد الى المصباح الواحد وما الاثنين دائما تيار الكهربائي يختار المصار الاسهل اذا المصار الاسهل انه يمرعب عبر هذا السلك ثم عبر القاطع كاثنين لانها مغلقة حتى يولي للقطب السالب هنا في هذه الحالة المصباحان لا يتوهجان اذا ماذا نكتب؟ لا يتوهج المصباحان لماذا؟ لان المولد هنا مستقصر ماذا معنتها مستقصر؟ يعني اضفنا للمولد سلك بين اطرافه اذا نكتب نتابع الاسئلة التعنى يقول اثنين اي العمليتين السابقتين؟ شكو هما العمليتين السابقتين؟ هي العملية الاولى عند غلق القاطعة كواحد والعملية الثانية هي الغلق القاطعة كواحد ثم كاثنين يقول اي العمليتين السابقين تعرض الضارة للخطر؟ ولماذا؟ اذا طبعا هنا شفنا ان في العملية الاولى يتوهج المصباحان المصباح لا يوجد خطر ولكن شفنا في العملية الثانية عند غلق عند غلق القاطعة كواحد ثم كاثنين قلنا أن المصباح لا يتوهجان ولأن المولد مستقصر هنا في هذه الحالة نقول العملية الثانية أو العملية با هي التي تعرض الضرر للخطر لماذا؟ لأن في هذه الحالة المولد استقصرنا المولد ومعنتها استقصار المولد يعني أضفنا سلكا ناقلا بين أطرافه يؤدي ذلك إلى سخونة الأسلاك وارتفاع في درجة الحرارة ويؤدي ذلك إلى مما يؤدي إلى نشوب حارق إذن نكتب الإجابة السؤال الأخير يقول كيف نتجنب خطر هذا النوع من الضارات على الإنسان إذن نحن نجد لكم عدة حلود وأنتو ما اختاروا الحل لي يعجبكم أو إذا طلب منكم حلين تكتبوا حلين إذا كتبوا ثلاثة ثلاثة وإذا طلب يعني نملك يحدد العدد تكتبوا مش تحبوا شوفوا معي أول خطر أتجنبه هو ربط القاطعة على التفرع مع المولد مثل هذه الحالة لماذا نحدث استقصار الضارة أو نشوب حارق؟ لأننا وضعنا القاطعة على التفرع مع المولد وعندما أغلقنا القاطعة استقصرت الضارة أو تعرضت الضارة للخطر ثاني شيء أن أتجنب استقصار المولد وش معنى استقصار المولد؟ أن أضع سلك الناقلين بين أطراف المولد ثم بعد ذلك أتجنب خطر الضارة بتركيب منصهرة في الضارة الكهربائية بحماية الضارة من خطر زيادة المفاجأة لطيار الكهربائي لأننا عندما نركب منصهرة في الضارة الكهربائية عوضاً من يعني يحدث شرارة كهربائية أو حارق راح المنصهرة هي التي تحترق ثاء الأربعة أراءة رابعاً تغليف الأسلاك بمادة يعني أسلاك التوصيل بمادة عزلة مثل البلاستيك ثم بعد ذلك عندنا توصيل مأخذ أرضي بأحدى هيكل مثلاً الغسالة أو غير ذلك مثلاً ثم بعد ذلك ترتيب قاطع تفاضلي إذن كانت هذه من بين الحلول لتجنب خطر من الأخطار ويقوم بتعديد دارة الكهربائية اتمنى فقط أنا وفقت في الشرح المبسك لهذا التمرين سوف ندلكم رابط التمرينين 17 و 12 أسفل الفيديو أقول لكم بالتوفيق سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله شكراً شكراً شكراً